غيرت زينبابوي عملتها المحلية إلى وحدة جديدة في أحدث محاولاتها لإنهاء الانهيار المتسلسل لدرار محلي ومعالجة التضخم المرتفع وذكر محافظ البنك المركزي لدولة زينبابوي جون موشايا فانهو في مؤتمر صحفي في العاصمة هراري أنه سيجري إطلاق عملة زيق الاثنين المقبل بسعر تمهدي قدره 13 دولار و56 سنة بسعر فائدة جديد محدد بنسبة 20% مقارنة ب130% على الوحدة القديمة الذي كان أعلى سعر فائدة لبنك مركزي في العالم وتعد هذه الخطوة للمحاولة السادسة من قبل زينبابوي للحصول على عملة محلية فعالة منذ عام 2008 عندما تجاوز تضخم 500 مليار في المئة طبقا لتقدرات صندوق النقد الدولي ما جعلها عديمة القيمة البنوك ستحول أرصدتها الحالية بالدولار الزينبابوي إلى زيغة نريد عملة وطنية قوية ومستقرة في هذا البلد الإجراء يهدف إلى تعزيز البساطة والثقة والقدرة على التنبؤ في الشؤون المالية لزينبابوي